موسيقى أهلا بكم عزيزي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر نناقش فيها فرص النجاح والفشل لمباحثات الكويت في ظل المعطيات على أرض الواقع وكذلك المواقف المعلنة من أطراف المباحثات موسيقى تتجه أعين اليمنيين صوب الكويت حيث يجلس وفداء الحكومة والانقلابيين على طاولة واحدة في العاصمة الكويتية للتفاوض حول استعادة الدولة وسبل الخروج بالبلاد من حالة الحرب إلى حالة السلام ففي الوقت الذي يتطلع فيه الكثيرون لأن تخرج هذه المباحثات ببوادر سلام قادم تظل المخاوف سيدة الموقف حيث لا مؤشرات لبناء ثقة ولا يبدو أن رؤى واضحة ومتفق عليها ومتفقا عليها بين الأطراف ويعتقد المراقبون أن هذه المشاورات ليست إلا لكسب مزيد من الوقت ومحاولة للالتفاف على القرار الأممي 22-16 الذي ينص على إلزام الانقلابيين بإنهاء مظاهر الانقلاب وتسليم السلاح للدولة والانسحاب من المدن وبين بين جميع هذه التكهنات تبقى الوقائع على الأرض هي المؤشر الأقرب والأوضح فوقف إطلاق النار المتفق عليه لم يبدأ أساسا حيث لا يزال صوت الرصاص هو الصوت الأعلى حتى هذه اللحظة فهل هناك مؤشرات حقيقية لإعادة موضعة المجتمع اليمني في مسار السلام وهل يمكن أن تتحول جماعة الحوثي إلى حالة سياسية وأن تتجاوز تكوينها الفكري والمذهبي وكيف يمكن معالجة التاركة الثقيلة للطرفي الإنقلاب والتي تجرعها اليمنيون خلال أكثر من عام بدءا بالجرائم والانتهاكات الإنسانية وصولا إلى اجتياح الوظائف العامة والمناصب العليا للدولة وهل يمكننا الحديث مجرد الحديث عن بناء سلام بعيدا عن الأدبيات والتجارب الإنسانية المماثلة للتجربة اليمنية والتي ارتكزت جميعها وبرعاية أممية على تطبيق مبدأ العدارة الانتقالية كشرط مسبق لتحقيق سلام مستدام هذا ما سنناقشه الليلة مع ضيفينا من الكويت الناشط السياسي فهد الشرفي ومن برمنجهام في المملكة المتحدة ناشط السياسي أحمد الأشعف وأبدأ بالسؤال المشترك لضيفي الكريمين بعد الترحيب بهما هل من مؤشرات لنجاح مباحثات الكويت؟ البداية معك أستاذ أحمد أولا أحييك وأحيي ضيفك الكرام وأحيي ضيفك الكريم أهلا وسهلا في البداية نأمل ونتأمل إلى أن نصل إلى السلام بإذن الله وأن تنجح هذه المفاوضات إذا بدر الطرفين إلى حسن النية وهذا ما نتمنى ويتمنى كل اليمنين نعم أستاذ فهد الشرفي ماذا عنك؟ الأمنيات في واد ربما يكون الواقع في واد آخر لا أحد يرجو السلام ونحن من أكثر الناس الذين دفعوا ثمن الحرب وسنظل ننشد السلام ولكن السلام لن يتحقق إلا إذا قضينا على أسباب الحرب والناس الذين يعتاشون على الحرب ويتاجرون بها وهناك لدى الناس جميعا تفاؤل كبير ربما ناتج عن حالة من الإحباط جعل الناس يتفاؤلون وينظرون إلى مشاورات الكويت أولا لما تحتله هذه الدولة الكريمة من مكانا في قلوب أبناء الشعب اليمني وأيضا يريد الناس لهذا المسلسل أن ينتهي بدون استكمال العملية العسكرية ويرجون أن الإنقلابيين قد وصلوا إلى قنعة أنهم لن يستطيعوا أن يتحكموا بالبلد بالقوة نعم أشكركم أضيفي الكريمين وأدعوكم والمشاهدين الكرام للذهاب إلى مشاهدة هذه المادة التي ترصد مراحل صراع القماعة الحوثية مع الجيش خلال السنوات الماضية ومن ثم نستأنف النقاش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد أعزاء المشاهدين وعود إليك أستاذ أحمد بعد هذا الاستعراض الذي استعرضنا فيه مراحل ومحطات من مواقف وحروب الميليشيا الحوثية مع الجيش اليمني كيف يمكن أن تعتبر ميليشيا الحوثي نفسها ممثلة للدولة بعد أن انقضت على السلطة الشرعية عبر انقلاب مسلح بالتحالف مع المخلوع صالح وهي الجماعة التي قتلت خلال الحروب الستة ستين ألف جندي من الجيش الوطني أولا هذا دعيني أن أوضح لك والمشاهدين ما هي الأسباب التي أوصلت الحوثيين جماعة أنصار الله إلى ما هم عليها الآن جماعة أنصار الله هي مظلومية أوصلتهم إلى صنعاو أوصلتهم إلى كل المناطق أوصلتهم إلى مظلومية الحروب الستة الذي أشعلها قائدهم الذي هو عثمان مجلي أول من أشعل الحرب مع الحوثيين هؤلاء هم من أشعلوا نحن في صنعاو في المناطق الأخرى لسنا أهل حروب لسنا أهل حروب نهائيا من أشعل الحروب هم أشعلها هم من يرتهنون الخارج وبوصاية سعودية أشعلوا الحروب ضد أنصار الله سواء حروب مذهبية أو حروب طائفية أو حروب قبلية بينهم البين بين أهل صعدة فيما بينهم لكن الحروب دعيني أصولي لك إلى نقطة مهمة نعم فقط سأوضح لك هذه الفكرة سأعطيك فرصة لكن هذه الحروب كانت بين الميليشيا وبين القيش فقط للتوضيح وليس بين القبائل في صعدة لا لا سميهم ما شئتي فدعيني طالما وأنتم استدعيتوني إلى قناتكم فدعوني أن أوضح شيئا مهما يبدو أنه التضليل الإعلامي ناتج عن هذا ما نسعى إليه الآن نعم فضل ما نسعى إليه هو السلم بين جميع الأطراف ننسى الحروب السابقة الحروب السابقة افتعلتها جميع الأطراف فيها مظلوميات وفيها حقائق وفيها تضليل دعينا نصل إلى نقطة فجميعنا يمنيين ودماؤنا كلها دماؤ يمنية طاهرة من جميع الأطراف إلا من بغت ومن اعتدت على الآخرين فهذا هو الجرم خيانة وجرم ارتهان للخارج من الذي بغى على الآخرين؟ السعودية تدعم الجماعات في صعدة منذ منذ أربعين سنة وهي تدعم لتدمير صعدة وهذا معروف عند الجميع نعم طيب دعني أنقل هذا الحديث لأستاذ فهد الشرفي وبالمناسبة يعني هو مناسبة جيدا لأستاذ فهد وأيضا أحد مشايخ محافظة صعدة والحديث عن صعدة سيد فهد نتحدث عن الحروب السيطة التي افتعلتها الميليشيا مع القيش وأتمنى أن تكون قد استمعت إلى طرح الأستاذ أحمد ومبررته بهذا الشان كيف ترد؟ يبدو لي أن الأخ أحمد هو متحوث جديد حتى لا ليس حتى لديه معلومات مفصلة أو حقيقية وواقعية عن ما جرى خلال الحروب العثمان مجلي ليس القائد على القوات المسلحة ولا يستطيع أن يحرك الألوية ولا أن يحرك الطيران ولا يستطيع أن يأتي بجيش الجمهورية اليمنية ويأخذ ستة حروب سمع بها العالم ولذلك فعندما نطل على الشاشات الفضائيات لنتحدث عن أحد أبناء صعدة ونقول أنه هو الذي أشعل هذه الحروب هذه فيها مجافة للحقيقة والواقع عثمان مجلي أحد مشايق صعدة الذين واجهوا الحوثيين فعلا ولكن هذه المواجهة في بلاده وواجهة بين أمواله ومزارعه ومع أصحابه بعد أن اجتاح الحوثيين مناطق ولم يكنوا الناس يصدقون أما اليوم وقد ذهبوا إلى تعز وذهبوا إلى عدن فلم تعد القضية قضية عثمان مجلي ربما اشتشهد عليهم سكان الشيخ عثمان في عدن الذين ذهبوا إلى هناك من أجل أن يقتلوا الناس وكنا نقول دائما أن الحوثيين سيأتون إلى كل المناطق ليعرفوا بأنفسهم كان هناك تضليل كبير وكانوا الناس لا يعرفوا الحوثي أما اليوم فقد أتى الحوثي إلى كل قرية ليعرف الناس بنفسه ونحن لا نحكم على الحوثي إلا بما يقوله الناس اليوم عنه وبما لمس الناس عنه في كل المناطق التي ذهب إليها نعم أستاذ فهد طيب الآن هذا الحديث وهذه الاستعراضة التي نحن ذهبنا إليها كان للحديث عن أنه هل يمكن أن تكون هذه الجماعة ضمن هذه المرجعيات يمكن أن تتخلى عن السلاح وتذهب فعلا إلى سلام سؤال لي نعم لك الحوثيين نحن لا نطالب بإجتثاتهم من اليمن نحن نطالب فقط بأن يتم فكفكت مشروع إيران الحوثيين هم أخوتنا لأنه زج بأبناء القبائل في معركة لا ناقلهم فيها ولا جمل نحن الناس لا يعرفون لماذا يقاتلون هناك أسباب معقدة وهناك شبكة ربما يصعب حتى على المشاهد أن يفهمها هناك مجموعة من الأسباب التي تتبع الناس للقتال تحت عناوين مختلفة وهناك ناس يصدقون أنهم ذاهبون إلى الجنة وليسوا الحوثيون كلهم مرتزقة ولن نقول عن أنهم كلهم مرتزقة كما يقول هذا الذي يتقول عن الناس لأننا نحن ندرك أن للناس قضايا يقاتلنا من أجلها قد تكون حقيقية وقد تكون صحيحة وقد تكون قاطئة ولكننا نطالب بأن يتم إنهاء أسباب هذا القتال الذي هو هذه القواعد التي بنى عليها الحوثي مظلوميته الكاذبة ليظلم بها أبناء اليمن هو يريد أن يحكم الناس بالقوة ولذلك اليوم يقول لن نسلم سلاحنا لأعداءنا لو سألنا من هم أعداءكم أيها الحوثيون وأنا سأجيب على هذا السؤال أن عدو الحوثي هو كل من يمسك السلطة في اليمن بأي طريقة كانت لأنه يعتبر أن هذه السلطة هي حقه بالميراث ورثها عن أبائه وأجداده ولديه كتب وأسس لذلك الهادي ابن الحسين الرسي في صعدها ولذلك هو يرى أننا كلنا أعداء كل من يطالب بأن يكون هناك شكلا من أشكال الحكم لا يعترف بالولاية وبحق الولاية وخرافة الولاية فهو عدو الحوثيين نعم نعم إذن أستاذ أحمد نسألك الآن وأنت قد تحدثت عن مظلومية ومظلومية الجماعة الحوثية كما أشرت السؤال هو من الذي أعلن الحرب على اليمنين ومن الذي أعلن الإنقلاب على السلطة الذي أعلن الحرب دعيني في البداية قبل أن أجيب لسؤالك أجيب على الشماعات التي لا زال هؤلاء الناشطين ومن يمثلون السعودية ومن يمثلون دول العدوان أنها مشروع إيراني لا يوجد إيران نهائيا في الواقع هذا تضليل وزيف وشماعة تتعلقون عليها هذه واحدة الشواطئ اليمنيا سيد أحمد الشواطئ اليمنيا شاهد على الحوثيين لقد عرفهم الناس الحوثيين عرفهم الناس أنهم هم من يدافع الآن عن الوطن هم من يقدمون التضحيات في جبيع الجبهات هم من يحافظون على الأمن والاستقرار في صنعاء هم من يحافظون على الأمن والاستقرار من صعدة إلى صنعاء إلى عمران إلى كل المناطق التي تحت سيدراتهم فيها الأمن والاستقرار هم من الآن من يسلمون مرتبات الجنود حتى ومرتبات الموظفين في عدن وحضر وموت وفي مارب وفي كل المناطق التي أنتم الحوثيين الآن أثبتوا أنهم فعلا أنهم هم اليمنين طبعا الحوثيين وجميع من وقف في صفهم من القوى الوطنية من الأبطال من من قدموا التضحيات في الواقع هذه نقطة واحدة النقطة الثانية عندما نأتي إلى واقع كيف يسمى تسليم السلاح الجميع موافق أن يتم السلاح بالنسبة للسلاح هو السلاح الثقيل السلاح الثقيل هو الدولة هي من تمتلك السلاح عندما نصل إلى دولة لها بواها دولة يعتربها شرعيا يعتربها في جميع المحافلة الدولية من جميع دولة تكون حكومة فيها وطنية عندها سوف يتم الحل والتسوير طيب الدولة التي انقلب عليها الحوثيون ألم تكن دولة وطنية معترف بها دوليا الدولة التي لم يتم انقلاب أصلا نهايا هو تم اتفاق سلم وشراكة من قلب عليه هم انقلبوا على اتفاق الأمم المتحدة الذي هم اليوم في الكويت من أجله ومن أجل إتمامه الأمم المتحدة وصلت إلى نقطة مهمة أنتم للأسف في تضليل على الشعب ما قاله بن عمر قال لو لا العدوان لكانت الحل السياسي انتهى في اليمن من الذي قلب العدوان إلى اليمن؟ وصلت جميع الأطراف السياسية وتم التوقيع بوجود هادي بوجود هادي وأبدالوها بالآنسي وكل الحزاب وكعت اتفاق سلم وشراكة هذا الاتفاق السلم وشراكة بعد عام من العدوان عادوا إلى نفس النقطة التي تموا فيها وهو مطالبة باتفاق سلم وشراكة اتفاق السلم وشراكة حدث بعد الانقلاب على السلطة بعد الوصول إلى عمران وبعد إسقاط عمران وإسقاط المعسكرة 310 وبعد الوصول إلى صنعاء وإسقاط السلطة والسيطرة على المعسكرات التابعة للدولة بالتعاون مع المخلوع صالح سيد أحمد دعني أنقل هذه الجزئية إلى الأستاذ فهد الشرفي إذن هو يتحدث أنه إنما حدث ليس انقلاب وإنما عملية سياسية تمت ضمن اتفاقية السلم وشراكة سيد فهد الشرفي اتفاقية السلم وشراكة هي انقلاب على النظام الجمهوري لا يمكن أن يقبل بها شعبنا وأقول له أن اتفاقية السلم وشراكة هي تحت نعال كل شريف في اليمن لأنها انقلاب على تضحيات شعبنا التي ظل يقدمها خلال 1200 عام من ثورتها على السيد والدولة التي ينشدها اليمنيين هي الدولة التي تساوي بين كل أبناء اليمن ليس فيها سيد وليس فيها عبد ولن يقبل اليمنيون بعد اليوم أن يبقى لفظ السيد هذا موجود على أرض اليمن لأن كل الشعوب قد تحررت من حالة الرق والشعب اليمن يعتبر من الشعوب التي ناضلت ضد هذه الكلمة قرون من الزمن ولذلك لا يمكن أن يقبل بها الآن وهو يقدم اليوم التضحيات ويقدم أنهار من الدماء في مواجهة هذا السيد الذي يوما ما سيصح ويعلم بأن أوهام عودة السيادة ستتبخر وبأن الإيرانيين الذين يدفعونه إلى المحرقة لن ينجونه وقد اليوم استوانت السعودية والسعودية والسعودية نحن نتشرف بعلاقتنا مع إخواننا في السعودية الذين اليوم يقفون مع الشعب اليمني ولكننا نقول لكم بأنها تبخرت كل هذه الأشياء وذهبتم إلى الحدود صاغرين وقدمتم تنازلاته حتى تخاونتم بينكم وبين المؤتمر وتركتم المؤتمر وأصبحتم اليوم تقتلون عناصر وقيادات المؤتمر وآخرهم مبروك الشاهري أما بالنسبة للمرتبات فلا تأتيبها من بيت بدر الدين الحوثي الرواتب من البنك المركزي الذي تنهبوه وتصرفونها من الاحتياط النقدي الذي كان لدى اليمن 5.3 اليوم الاحتياطي 1.3 4 مليار دولار سرقها هؤلاء أبناء السلالة لأنهم يعتاشون على سريقة أموال الشعب اليمني طيلة القرون الماضية نعم إذن الحديث عن فكرة اغتصاب السلطة سيد أحمد وسيطرتكم على المال في البلد والجيش هو بناء على هذه الفكرة الآن حديثنا ونحن ذاهبون إلى اتفاقية إلى انباحثات سلام هل فعلا هناك نوايا حقيقية لتحول هذه الجماعة هذه الميليشية إلى حزب سياسي حتى فعلا نستطيع أن نثق بها ونذهب معها إلى مسار سلمي وسياسي قادم ما يحدث الآن للمفاوضات التي في الكويت طبعا اليوم توصلوا إلى حل إلى وكف إطلاق النار بالنسبة للأطراف التي في الكويت هي أطراف جماعة أنصار الله وكذلك المؤتمر الشعبي العام هو دولة هما الوفد الوطني الذي ذهب من صنعاء ولم يأتي من الرياض مقابلا إلى الوفد الذي وفد الرياض هؤلاء الآن يفاوضون بفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة هذه إذا كانت مليشيات فلماذا الأمم المتحدة تستدعي مليشيات لتفاوضها فمسألة المصطلحات الاستفزازية ما بتسميها؟ طيب سيد أحمد هي ليست مليشيا أرجوك أستاذ أحمد هي ليست مليشيا سميها لنا هي ليست مليشيا إذن هي ماذا؟ هي طرف سياسي هي الآن مكون سياسي تحت الأمم المتحدة حزب سياسي مثلا؟ نعم حزب سياسي مبادرة شبابية جماعة من اليمن هو جماعة أنصار الله ومؤتمر الشعبية العام تطرف الواحد ووفد الرياض تطرف واحد نعم نحن نتحدث الآن عن هذه الجماعة المغتصبة للسلطة التي قامت بالانقلاب عندما نتحدث عن هذا الأمر هي بطبيعة الحال موجودة في البلد ومسيطرة على مفاصلة الدولة وإلا ما كانت سلطة انقلاب أستاذ فهد الشرفي لا يبدو إذن من خلال هذا الطرح بأن هناك أي بوادر للثقة والإطمئنان لهذه المشاورات القادمة سيد فهد على أي أساس تحدث اليوم السيد ولد الشيخ عن أن هناك بوادر إيقابية لانفراجة قادمة معروف أن سيد ولد الشيخ والأمان العامة لأمم المتحدة هي تمثل مصالح مجلس الأمن مجلس الأمن الذي تتحكم به الولايات المتحدة الأمريكية التي أهتف الحوثيين بالموت لها ليل النهار نعم هي التي فرضتهم علينا وفرضت هذه المليشيات وهي اليوم التي تضغط على أساس أن تقدم هذه المليشيات كطرف رئيسي في قضية اليمن وتحاول أيضا أن تشرعل لهذه المليشيات وأن تحافظ عليها لكي لا يتم تفكيكها ولا يتم إنهاء تمردها وإنقلابها بالقوة وهو الطبيعي طبعا وهناك أمثلة قائمة في إقليم شواف في باكستان وفي غيره لماذا تحرس الأمم المتحدة على المليشية وتتعامل معها بهذه الطريقة أولا نفس العقلية التي تتعامل بها الأمم المتحدة مع قضايا العرب والمسلمين في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين الأمم المتحدة لم تنصف أحدا إلا أبناء أمريكا وإسرائيل اليوم هناك مفارقات غريبة يذهبون ليزجون بالناس في المعارق ويقولون أنهم يقاتلون أمريكا وإسرائيل واليوم أمريكا تفرضهم علينا على أساس أن هذه المليشيات التي قتلتنا إلى اليوم تريد أمريكا أن تنتجها كطرف سياسي مع أنها طرف إجرامي إرهابي يجب أن يقدم إلى المحاكم والمكان الطبيعي لقادة مليشيا الحوثي هو المحاكم ليقدموا إلى المحاكم على الجرائم التي يقترفونها بحق أبناء الشعب اليمني هذه حركة محاربة حركة إجرامية تنتهي العنب وتتبنى شعار الموت وقتلت الناس من جبال مران حتى وصلت المعاشيك في عدن هل ذهب اليمنيون إلى ضحيان أو إلى مران ليبحثوا عن عبد الملك الحوثي أم أنه من أرسل جحافل هو لازال يرسل هذه الجحافل إلى كل مناطق اليمن أنا أسأل ما هو المسوق الذي يبني عليه الحوثي حربها على اليمنيين ما هي شرعيته اليوم في اليمن هو يقول الأخ أنهم حركة سياسية طالما هم حركة سياسية فلماذا يقاتلون هل هناك جماعة سياسية في العالم لديها دبابات نعم أستاذ أحمد السؤال موجه لك وأضيف إليه بعض الأرقام التي حدثت أو رصدت خلال هذا العام منذ بعد الإنقلاب تحدث عن أرقام تتعلق بقرائم حرب وقرائم ضد الإنسانية وانتهاكات قسيمة الأرقام تتحدث عن 8 ألف أو أكثر من 8 ألف قتلى من المدنيين وأكثر من 18 ألف من القرحة المدنيين أكثر من 8 ألف مختطف تعسفي وأكثر من ألف حالة تعذيب أكثر من 2706 حالة اختفاء قسري إضافة إلى 2780 حالة اعتداء على الممتلكات عامة فضلا طبعا على الممتلكات الخاصة كيف تفسر هذه الأرقام من جماعة كما تحدثت بأنها جماعة سياسية؟ في البداية أحب أن أقول لضيفيك الكريم أن السفير الأمريكي متواجد معكم في اجتماعاتكم في الرياض وليس في صنعاء فلا تلعب في الأوراق وتحاول أن تضلل بأشياء هذه الأشياء تستطيع أن تضلل بها على قبائل ساقين وصعداء التي تتبع لكم بغضرستها بكل ما تتعي نعم ومن دوبي التقوا معكم في مسقط وذهب إلى صنعاتكم سؤالك بالأرقام أنها 8 ألف هي 7 ألف ونص هي ضحايا الطائرات السعودية الأمريكية التي تقصف بناء الشعب اليمني الأبرياء من المواطنين الذي دمرت المصانع والمطارات دمرت المستشفيات دمرت المستشفيات الآن سنة كاملة والطيران يقصف كل شيء جميل في اليمن أنتم لم تذكروا نهائيا في قناتكم وبرنامجكم أن هناك عدوان على الشعب اليمني يقصف القتل اليمنيين نتحدث سيد أحمد نتحدث ما تحدثت عليه من أرقام كل هذه الأرقام ماذا عن قتل تعز وعدن ومأرب والبيضاء كل هذه الأرقام تمت عن طريق العدوان ومرتزكته وعملائه في الداخل والذين يسقطون في تعز الضحايا ما تمت هي من قبل الطائرات السعودية والأمريكية الآن الطائرات السعودية تصل إلى ما يعادل أكثر من ألفين طلعة جوية وما زالت إلى حد الآن تخترق الاتفاق الذي كمل الاتفاق وكفي إطلاق النار سأسمح لك باستئناف الكلام لكن أنت تحدث عن أن كل هذه الأرقام تتعلق بضحايا الطيران طيران التحالف لم تتطرق مشكلتك هي أنك لم تتطرق نهائيا على ضحايا العدوان ضحايا العدوان 90% من ضحايا العدوان هم المدنيين الأبرياء الذي لا ناقة لهم ولا جمل في الخلافات السياسية ماذا عن القتل الذين تقتلونهم كل يوم في تعز حتى هذه اللحظة تقتلهم ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في تعز نحن لا نستهدف المدنيين إطلاقا في عدن في البيضاء في مأرب لا نستهدف عليكم إثبات ذلك في الأوراق والمستندات والتقارير الأمم المتحدة هي من تثبت ولستم أنتم من يثبت من الذي استهدف الضحايا المدنيين تحقيق فيه أما من قبلكم أنتم هذا هو تضليل وتزييف هذا معروف لمدة عامل لم تعترفوا أن هناك وطنكم تحت الأدوان وتحت القصف وتحت التحقيق من دول الإرتهان لا ما زلت إلى حتى الآن تطبلون لشرعية فاشلة صاقطة لشرعية سفقة دماء اليمنين هذه الشرعية التي انقلبتم عليها أنتم في الحادي والعشرين من سبتمبر بتحالف مع المخلوع الصالح بدخلكم إلى صنعاء وإسقاط السلطة والنظام وملاحقة رئيس الجمهورية إلى عدن ووضع رئيس الجمهورية هل هي شرعية؟ ألم يقدم الحكومة تحت الإقامة؟ ألم يقدم الرئيس هادي السابق استقالته؟ ألم يهرب من اليمن لمدة عام كامل الآن؟ ما هي الشرعية؟ ألم تنتهي شرعيته حسب المبادرة الخريجية؟ نعم أي شرعية؟ شرعية السعودية؟ على أي حال هذا الكلام؟ الشرعية الآن هي شرعية الشعب الشعب هو من يختار من يحكمه الشعب هو من يدافع الآن على الأرض عن نفسه الآن هم اتفقوا على الذهاب إلى مفاوضات الخليج فأتمنى من قنواتكم أن تكون فيها ذرة ذرة من الوطنية وأن تعود إلى حكم الوطن نحيي وطنيتكم في الحدود وأنتم تنزعون الألغام للحدود نحيي هذه الوطنية وأنتم تنزعون الألغام في الحدود وتذهبون إلى الحدود وتزرعونها في تعز وتقتلون الأبرياء في تعز وفي المناطق الأخرى سيد فهد الشرفي إذن كيف ترد على أن هذه شرعية أن الرئيس هادي ليس لديه شرعية وأنه رئيس هارب وحكومة هاربة؟ لماذا إذن هرب هادي وهربت الحكومة؟ أولا الرجل هذا يشوش عليكم كما هي عادة الحوثيين نعم بالنسبة للعدوان أنا أعترف أن اليمن يعاني من عدوان اسمه العدوان الفارسي الإمامي الذي بدأ في 17 يونيو 2004 وفجر المدارس والمنشئات وانقلب على الدولة في مدرية حيدان وبدأ يزحف باتجاه المحافظة واليوتيوب مليء بالمقاطع من صعدة أنهم هم الذين كانوا يفجروا المدارس ويفجروا المعسكرات قبل أن تأتي التدخل العربي لم يأتي إلا بعد عشر سنوات من الحروب التي شنها الحوثيون على أبناء اليمن وانقلبوا على السلطة بدءا بعز المران حتى حيدان ومن حيدان إلى ساقين وقتلوا الجيش وقتلوا المواطنين وهجروا ثلاثمائة ألف مواطن والسعودية تتفرج علينا لم تغيثنا لو كنا مواطنين شيعا وكنا على حدود إيران لما نحتنا إيران حتى السلاح النووي لكن إخوة نحترأ كانوا ينعوا بأنفسهم ويقولون هذا شأنا داخليا يمنيا ففرطت فينا حكومتنا وفرط فينا الأحزاب وفرطوا بعضهم بعد ذلك فرطوا في دماج وفرطوا في عمران وهم يصدقون هذه الموسيقى الناعمة الكاذبة التضليلية أن الحديين حركة سياسية خدعوا حتى قادة الأحزاب واليوم ها هو اليمن يكتوي بنيرانهم وقد أقرى اليمنين جميعا أن يتمسكوا بشرعية الرئيس هادي فهو آخر رئيس منتخب ولا شرعية لهذه السلالة التي تدعي أنها أكت من السنان هذا لا هم اليمنين في حياتك أما اليمنين 25 يمنيهم وفي اليمن هم من يتلقون الضربات بالقصف الجوي هم من يتلقون الأوجاح هم من يتلقون الجوع والعطش في ظل الحصار لمدة عام كامل إصاب جوي وبرّي وبحري أنتم كلكم في الخارج وأنت أيضا في الخارج على أي حال وأنت في الخارج وقادة الإنقلاب هم مختبئون في الكهوف والأنفاق على أي حال لا يوجد مختبئون فهما اللي جانون شاء على أي حال فلا تدعون الاختبام لا يختبئون نعم على أي حال أنتم ذهبتم الآن إلى الكويت على أساس تطبيق النقاط الخمس نتمنى أن نكون في هذه النقضة أن نعود إلى الكويت ونجد نقاشا شفافا واضحا بيننا بحيث أن نصل رسالة إلى اليمنين لنطمئنهم أن مفاوضات الكويت سوف تخرج بحلا سياسيا يتقارب فيها اليمنين في فيما يتعلق بمشاورات الكويت أنتم ذهبون تطبيق النقاط الخمس نعم أنتم ذهبون تطبيق النقاط الخمس التي تحدث عنها رائع المشاورات في الكويت هل أنتم قادون فعلا بتطبيق النقاط الخمس نعم وما ذهبنا إلا للسلم ولم نذهب للإستسلام نعم إذن سيتم تسليم السلاح للسلطة الشرعية إذا تم تشكيل حكومة وطنية وتم الاتفاق عليها سوف نقوم أول من يقوم بتسليم السلاح هم جماعة أنصار الله نعم عندما يكون هناك وطنية متفك عليها وطنية حكومة وطنية ويكون لها سيادة على جميع لكل شبر في الأرض في الأرض اليمنية عندها سوف يتم تسليم السلاح من جماعة أنصار الله وعندنا حسنية ولا مانع في ذلك نعم فهو فقط للتذكير بأن حتى الحكومة التي انقلبتم عليها هي أنتم شكلتمها وبعد ذلك انقلبتم عليها وأصبحت الآن حكومة غير وطنية تحول إليك أستاذ فهد الشرفي إذن يبدو من طرح الأستاذ أحمد إذا ما كان هذا فعلا توقفها من هم موجودون الآن في الكويت بأنه لن يتم تسليم السلاح إلا ضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية كما يبدو مشكلة منهم يعني سوف يتسلم السلاح من أنفسهم على ما يبدو طبيعي يعني هو يقول أن الوفد الوطني هم الحوذيين فالحكومة الوطنية هي الحكومة الحوذية طالما نحن لسنا وطنيين كل من ليس حوذي ليس وطني فالأمر مفروق منه هو يريد أن يسلم لنفسه وهذا الشيء مرفوض عند اليمنين إضافة إلى أنهم ليسوا مؤهلين للمشاركة في حكومة يجب أولا أن مطهر النظام من كل الآثار التي علقت به بسبب الإنقلاب هناك أكثر من 50 ألف من المجرمين القتله قد تم ترقيتهم ما بين رتبة الملازم إلى رتبة العقيد يعني حتى محمد علي المقوتي رقوه إلى رتبة فريق بناء على هذا قد تم الدوسة على كل القوانين اليمنية وأصبحت المؤسسات ملوثة من رئاسة الجمهورية إلى المدرسة ونحن بحاجة إلى عادة تنقية مؤسسات الدولة لا يمكن أن يبقى الأمر هكذا ولا يقبل اليمنين أبدا أن يتم تلويث المؤسسات اليوم حتى الخدمة المدنية اليوم قد تم إضافة عشرات الآلاف من الحوثيون إلى كيف يمكن معالجات سيد فهد بدون أي مؤهلات الجامعات نعم سيد فهد هذه نقطة مهمة يعني مسألة حتى مسألة مسألة كما يسمى حوثنة مؤسسات الدولة كما أسمعها شركائهم في تحالف ليس هناك حوثنة هناك انقلاب هناك انقلاب الرئيس هذه أختر قرار ببطلان كل بطلان كل القرارات والإجراءات التي تمت بناء على انقلاب وهذا طبيعي في أي مكان في العالم هو انقلاب لماذا لماذا هذه الفكرة ليست واردة لماذا هذه الفكرة ليست واردة ضمن مباحثات السلام كيف يمكن أن يعود واردة لدى الجميع أليس لدينا اليوم وزراء في الرياض في المنفى وهم الوزراء المعترف بهم المعينين من رئيس الجمهورية وهناك نواب لهم نصبتهم جماعة الحوثي من أجل أن يوقعوا لها كل مقدرات الدولة اليمنية الدولة اليمنية اليوم وقعت تحت الاحتلال ولا بد من تحريرها سواء بالسلم أو بالحرب نعم أتحدث تحديدا عن القرارات والتعيينات والترقيات التي حدثت في مؤسسات الدولة على مستوى المؤسسات المدنية والعسكرية أتحدث عن الحكومة سيد فهد تتحدث عن ماذا أتحدث عن القرارات التي طالت مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية من قبل أفراد الميليشية وترقيتهم كيف يمكن معالقتها ولا تحدث عن الحكومة الموجودة فرياضا معترف بها شرعيا ودوليا أولا يجب على الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور الوطني الجمهوري الرائع عحمد عبيد من دغر وزملائه في الحكومة أن يعدوا خطة كلا فيما يخصه تتعلق هذه الخطة ببرنامج إعادة تأهيل الحكومة وإبطال كل الإجراءات التي تمت بناء على الإنقلاب وإعادة تنقية مؤسسات الدولة لأنه لا بد أن يكون لدى الحكومة خطة من هذا القبيل اليوم حتى الجامعات هل تعلم أن أفراد الميليشية قد تم إلحاقهم بالمستوى بعضهم أخذوهم مباشرة لا يحملون حتى مؤهل الثانوية العامة وتم إلحاقهم بكليات علمية مثل الحاسوب وغيرها وحتى الهندسة في المستوى الرابع هناك كارثة كبيرة هناك تلاعب حتى بالعمل الأكاديمي الإنقلاب الحوثي تسبب في كارثة كبيرة في اليمن وهو يتحمل مسؤولية الحروب ويتحمل مسؤولية ما لحق بالدولة ويتحمل مسؤولية ما لحق بالجهاز الإداري ويتحمل كل أوجاع الوطن ويتحمل اليوم كل هذه الكوارث ولا يمكن أبدا بأي حال من أحوال أن يتنصل من هذه المسؤولية في أي محاكمة شعبية حتى أمام الدوائر الغربية الذين يحابلون أن يجاملونه إلا أنه الحوثيين متورطين في كل الجرائم وكل التقارير تدينهم ولو تم وأتحدهم أن يذهبوا إلى أي مكان في العالم يوجد فيه نظام فبإمكان أي مواطن من تعز أن يقدم دعوة على عبد الملك الحوثي أو علي عبد الله صالح أو أي قائد من قادة الإجرام ويحال إلى المحاكمة وسيحاكم بهذه الجرائم في أي مكان فيه قانون ويحترم العدالة نعم سيد أحمد بالعودة إليك وبالحديث حول هذه القزئية وقد ظهر على الصدف أن هناك خلافات حقيقية بين ميليشيا الحوثي وبين حليفها المخلوع من خلال بعض التظاهرات التي شاهدناها التي ضاقت بالتصرفات الميليشيا ذرعا وخرقت تتحدث عن حوثنت مؤسسات الدولة هل يمكن أن نفهم هذه التظاهرات أو هذه المظاهر بأن هناك تصدع حقيقي داخل حلف الإنقلاب؟ لا في الحقيقة لا يوجد أي خلاف بين جماعة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله الآن هم من يقودون الوطن هم من يقفون الآن ضد العدوان هم متفقين الآن في الأطر السياسية وذهابهم في طائرة واحدة واستقبال كبير وحاشد ويختلف عن استقبال وفد الرياض هل وفد الوضني تم استقباله استقبالا رسميا على سجاديد الأمير الكويتي والآن هم يعيشون في الكسر الملكي في الكويت فمع بعض لا يوجد أي اختلاف نهائيا بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر في بعض المسائل البسيطة داخليا لكن أما أنه يكون اختلاف سياسي فلا يوجد اختلاف سياسي هم متفقين على طاولة واحدة ويبدو أنكم لا تشاهدون الإعلام فاتفاقهم قبل اجتماعهم قبل ثلاثة أيام إلى أربع أيام أنهم خرجوا برؤية واحدة وواضحة أنه لا تشاور لا مفاوضات لا حوار إلا بوقف إطلاق النار بالوقف التام والكامل ووقف القصف الضياران دعيني دعيني أصل وقف إطلاق النار زي ما تسمعي لضيفك أن يأخذ وقته دعيني أخذ وقتي كامل أنا أعطيك مداخلة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار عندما تتهمون أن هناك اتلافاً وأن هناك وظائف إدارية ووظائف الدولة يتمسل كتا وتغيرها فهذا كذب وتضليل ومحاولة مطابخ الإصلاح ما زالت مستمرة ومشألة النار فمطابخ الإصلاح للأسف لا تجد فيها حسن النية للعودة إلى بناء الوطن وللعودة إلى الأمن والاستقرار للوطن وهذا للأسف ما نلمسه من أبواك الإصلاح في الكامل وقاداتهم ما نعمل نحن وما يطلبه الشعب اليمني كل من ليس حوثي هو إصلاحي سيد أحمد الخروج بالمفاوضات إلى حل سلمي شامل وتسوية سياسية كاملة تضمن الأمن والاستقرار وتضمن سيادة الوطن وقطع يد السعودية والمصايا الخليجية على اليمن هذه من نقطة واحدة والنقطة الثانية إذا لم يصلوا إلى قناعة وحسن نية لا يكون في بالهم أننا مستسلمون بالعكس نحن صامدين وما زالت أيادنا في الزناد وما زال الرجال الله في الجبهات وما زال أصغرنا مقاوم وصامد ولن يعود أي خائن إلى الوطن طالما وما زالت السعودية من ترعرعهم ومن توجه إليهم التوجيهات الكاملة نعم اليد على الزناد تقاتلون من سيد أحمد؟ سنقاتل كل من يقاتل اليمن ومن يعتدي على اليمن يكون مرتزكا سواء كان مرتزكا العدوان أو نقاتل حتى الجيش السعودي سنقاتله حتى الجيش الكلومي سنقاتله حتى الجيش الأدولي سنقاتله أتى بلاك ووتر سنقاتلها من يأتي إلى الوطن سنقاتله إماراتي، سعودي، خليجي، كولمبي، سوداني، مصري من أي مكان ستأتون به اليمن ما زالت مقبرة للغزاة سواء للمحتلين أو من خونتهم أو من يعاونهم أو من يساندهم نعم أنتم وقعتم اتفاقيات سرية مع السعودية نعم في الأحمد وتقاتلون مرتزقتها في الداخل كيف نفهم؟ يعني أنت الآن تقول أنكم ستظلوا تقاتلوا ويلفهم على الزنات لمرتزقة العدوان بينما أنتم توقعون اتفاقية سرية مع السعودية وتتوقفوا عن إطلاق النار على الحدد السعودية سيد فهد الشرفي يبدو أن الذاكرة اليمنية مثخنة جدا بالقراح من قراء هذا العام عام من الإنقلاب والقرائم القسيمة التي تعرض لها تقريبا كل بيت يمني كيف يمكن الحديث عن مفاوضات سلام ومباحثات سلام دون أن تكون فكرة العدالة الانتقالية هي بالدرجة الأولى هي الفقرة الأولى من أي مباحثات سلام قادمة يعني كيف يمكن تقاوز هذه الفكرة وتقاوز فكرة محاكمة ومحاسبة القتل والمقرمين خلال هذه الحرب أكيد لكن علينا أولا أن نقنع عبد الملك الحوثي وسلالته الممتدة الذي ناءتوا كضيوب في اليمن ثم تحولوا إلى سادة واليوم يقاتلون على هذه السيادة ثم بعدها سنفكر في فعلا العدالة الانتقالية هي مدخل لأي حل في اليمن ولكنها ستكون مدخل لأي حل بين أطراف سياسية لكن جماعة تملك الدبابة وتملك حتى الصواريخ الباليستية وقد ملأت جبال صعدة وتجاوفها جماعة تأتي برجل إلى الكويت والرجل الأخرى تتأهب وتتربص في أطراف البحر منتظرة للسفن التي تهرب من إيران بالأسلحة ماذا يعني هذا؟ هل هذا هو السلام؟ خلال الخمسة العشر اليوم الأخيرة استقبلت الحوثية أو تم ضبط ثلاث شحانات أسلحة من قبل شرطة المياه الدولية ماذا يعني هذا؟ لماذا يريدون أن يكذبوا على الناس بأنهم ذاهبون إلى سلام؟ هؤلاء ليسوا رجال سلامهم دعات حرب ويقتاتون على الحرب ولذلك لو لا الحرب لما توسعوا ولما تم تنمية هذه الحركة حتى علي عبدالله صالح خلال الحروب الست كنا نظن أنه يقاتل هذه الحركة من أي الكبح جماحها واكتشفنا للأسف الشديد ونحن قيادات في المؤتمر الشعبي العام ونسجل هذه الشهادات للتاريخ اكتشفنا أن علي عبدالله صالح يريد أن يخلق هذه الحركة من خلال الحروب وأن يكون لها جيش متمرس على الحرب وأن يسلم لها أسلحة لكي تتمكن من التهام المناطق حول الفكرة لم تقب على السؤال فيما يتعلق بمشروع عدالة انتقالية واضح يقبر ضرر الضحايا ويحاكم القتلى ويعيد الاعتبار للضحايا ويعوضه بطبيعة الحال هل يمكن أن نمضي في السلام دون نظر لهذه النقطة المهمة؟ كان هناك مشروع عدالة انتقالية نوقشها في موفمبيك لكن للأسف عندما كانوا الحوثيين وبعض الجماعات الانصرية هم السائدون الذين يدللهم جمال بن عمر أفشلوا كل شيء واستثنوا كل الناس أما اليوم فقد تولد من بعد موفمبيك الضرار على جميع اليمنيين وذهب هؤلاء البربر المغول لقتل الناس وزحفوا من صعدة حتى وصلوا المعاشق ونحن الآن بحاجة إلى عدالة انتقالية على باستوى كل قرية في اليمن اليوم مثلا الذين تواطئوا ودخلوا الحوثيون إلى قرية ماء لتفجير بيوت الناس في أب أو في تعز كيف بالإمكان أن نجبر ضرر الناس كيف بالإمكان أن نعيد السلم والسلام إلى هذه القرية كيف بالإمكان أن نعيد الناس إلى التعايش خصوصا أولئك الذين وجههم علي عبدالله صالح أو أولئك الذين وجهتهم نوازعهم السلالية مثل الهاشميين في أب أو قيادات المؤتمر الذين في تعز عبدالجندي الرجل الذي كان إلى أمس يدعي أنهم سالم رأيناه يركب مصفح وأصبح رجلا محاربا يقف إلى جانب المدفعية التي تقصف الناس في تعز الأمر مفجع وإذا فكرنا في العدالة الانتقالية فإننا بحاجة إلى مشروع كبير وجبار ليجبر ضرر الناس ويعيد التعايش بين أبناء اليمن ولكن هذا لن يبنى إلا على أساس عودة الدولة الوطنية ونزع أسلحة المليشيات نعم أستاذ أحمد أترك لك حق الرد على ما طرحه الأستاذ فهد الشرفي وأسألك حقيقة كيميني ألا تعتقد بأن المليشية بعد كل هذا الدمار والدماء التي سارت خلال العام ألا تشعر بالندم تقاه خطوتها المتهورة فيما يتعلق بالانقلاب والحرب وما ترتب عليها من المآسي التي تقريبا طارت كل بيت يمني من يشعر بالندم هو من خان الوطن أما الذي يدافع عن الوطن لا يشعر بالندم بس بالعكس هو رأسه مرفوع ويشعر بالعزة والشهامة والكرامة بأنه دافع في الوطن في وقت من خان والوطن ممن كانوا يدعون أنهم وطنيين وأنهم دكاترة ومتعلمين وأكاديميين فهم من خان والوطن أكثر من مشائخ الذي كانوا ولاءهم للسعودية هم من وقفوا ضد الوطن ووقفوا ضد أي مشروع للنجاح للوطن دعيني أتكلم الوطن كان تحت الاستعمار السعودي والوصاية السعودية لا أكثر من أربعين عاما كل مشاكل الوطن هي من السعودية لم نستطيع أن نستخرج أي ثروات الوطن يا سيد أحمد لماذا؟ ما علاقة السعودية بتاعز؟ المشروع العدالة الانتقالية ما علاقة السعودية بتاعز؟ بمن تقتلونهم كل يوم من الأشخاص علاقة السعودية عن عمود المخلافية اليوم هو في تاعز هو قايد تاعز قايد مليشيات تاعز هو في السعودية الآن ما علاقة السعودية؟ لا أدري لماذا دائما نودّ لماذا نضطر دائما مذكركم؟ دعيني أن تكلم على سؤالك لا تجي بني السؤال ولا دعيني أن نقم الجوال إذا لا أدري لماذا دائما نضطر لأن نذكركم بأن قوات التحارف العربي دخلت إلى اليمن نعم سيد أحمد هو من ذهب الآن واكتشف الآن على حقيقة أن السعودية من استقبلت عمود المخلافية أشكرت أشكرت أما بالنسبة للعدالة الانتقالية فاليمنيين أكبر منك وأكبر من كل عميل وقائن من الوطن ولهم مشروع نعم نريد فقط نكون دائما مضطرين لتذكيركم التذكيركم وتذكير المشاهدين الكرام لأن تدخل العربي جاء بعد الإنقلاب التام على السلطة وقاء تقريبا بعد ستة أشهر من الإنقلاب على السلطة وإعلان الحرب على المحافظات اليمنية أشكركم ضيفي الكريمين الأستاذ فهد الشرفي كنت معنا الباحث السياسي كنت معنا من الكويت والأستاذ أحمد الأشعف المحلل السياسي أو الناشط السياسي كنت معنا من برقمها في ختام حلقتنا من فضاء حر لهذا المساء تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر ومن فريق الإعداد أسامة القطيبي وعصام القيسي وكافة الفريق الفني البرنامج ألقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر